92 صفحة من الذل 92 صفحة من التنازل والتبعية حملة وطنية نظمت في مقر حزب شراكة والإنقاذ نفذتها مجموعة من الليجان والتكتلات الحزبية بهدف إسقاط اتفاقية الغاز التي وقعتها الحكومة مع الكيان الصهيوني ومحاسبة القائمين عليها بتوجيه إنذار عدلي للحكومة منظمو الحملة وصفوا الاتفاقية بالعار الذي يمس السيادة الأردنية كما يمس كرامة الأردنيين بل ويستنزف جيوبهم إذ تنفق الحكومة عشرة مليارات على الغاز المسروق بحد وصف المنظمين من هنا هذه إدانة للحكومة التي وقعت حكومة الملقي وحكومة عمر الرزاد التي استمرت بالموافق عليها ثانياً إخفاء هذه الاتفاقية أدت سنوات وعدم نشر بنود هذه الاتفاقية يؤكد سوء نية الحكومات الأردنية المتعاقبة بخصوص هذه الاتفاقية الحملة جاءت بالتزامن مع التحديات الكبيرة التي يعانيها الأردن داخلياً وخارجياً وهو الوقت الأنسب من وجهة نظري المشاركين فيها المصلحة الأردنية العليا أنا برأيي هي برفض هذه الاتفاقية وإلغاءها في ظل ما يحاكم المؤامرات في ظل ما يحاكم سفقة قرن في ظل ما يحاكم الإلغاء حق العودة المقدس كل هذه الأمور وما زلنا لم نلغي هذه الاتفاقية علينا إلغاء هذه الاتفاقية بشكل فوري لأنها أصبحت مصلحة أردنية عليا في رأي إلغاء هذه الاتفاقية وبشكل فوري كما عول المشاركون على التحركات الشعبية لإلغاء الاتفاقية نحن سنظل نتحرك بكافة السبل المتاحة أمامنا ولكن نحذر اليوم 2019 هي السنة الأخيرة المتاحة أمامنا لإلغاء هذه الجريمة قبل أن يأتي الغاز في عام 2020 ويصبح من المستحيل الفكاك من مثل هذه الاتفاقية نحن ندعو اليوم ومن خلال هذا المنبر الإعلامي الجميع لتكثيف العمل عام 2019 من أجل إسقاط هذه الجريمة وهذه الاتفاقية التي ليست في مصلحة الأردن ولا بأي معنى وهي أيضا تعيق تنمية الأردن وتحول الأردن إلى بلد مرتهن بيد الكيان الصهيوني وطالب المشاركون مجلس النواب بحجب الثقة عن الحكومة والاستمرار بموقفهم الرافض لاتفاقية الغاز